القلب يستجدي من المولى الجنان وإليه تغفو الروح شوقا كل آن فيظ الجمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن قرآن لطائف القرآن من سحر البيان لاحت على الأفاق في درب المسير تدعوك للتفكير يا هذا الأسير فحت بشائرها بأنسام العبير فاسمع جميل القول من بوح اللسان هذا كتاب الله نبراس الوجود للخير تجمعنا اللطائف بالوعود نحو العباد بشائر الخير تعود هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيال فرع جدا الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيد بلاغته البلغاء وأبتمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على ضربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله لطائف قرآنية برنامج رقيق عذب جميل رقيق برقة لطائفه عذب بعذوبة ألفاظه جميل بجميل معانيه لطائف يجتليها كل ذي بصر وروضة يجتنيها كل ذي أدب نعم نقف مع ضرر المعاني لسادتنا وأئمتنا وعلمائنا في تفسيرهم لآيات من كتاب ربنا جل وعلا نقف معها نستلهم منها الدروس والعظات والعبر ونطوف معا في بستان هذه المعاني نجمع الرحيق والزهر والثمر ونخوض ونغوص معا في هذه البحار الزاخرة نستلهم ونجمع اللآلئ والجواهر والدرر لطيفة الليلة عنوانها ستر الله لحواء فلقد ذكر الحق تبارك وتعالى معصية آدم عليه السلام ولم يذكر حواء معه مع أنها وقعت معه في نفس المعصية قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى مع أن حواء وقعت معه في نفس المعصية ولم يذكرها الحق تبارك وتعالى قال عز وجل فأكلا منها آدم وحواء فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة تدبر بعد ذلك ماذا قال سبحانه وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى ولم يذكر الحق تبارك وتعالى لا حين ذكر معصية آدم ولا حين ذكر توبة الله تبارك وتعالى عليه لم يذكر حواء وإنما ذكر آدم وحده والجواب في لطيفة لسادتنا وإمتنا والله تعالى أعلم أن الله جل وعلا أراد لها الستر والستر هو إخفاء العيب إخفاء العيب وعدم إظهاره إخفاء العيب وعدم إظهاره ثم هي تتبع آدم عليه السلام ومشاركة له في سائر أحواله فذكر الله في قوله وعصى آدم مع أنه ذكر أنه مشترك في الفعل في قوله تعالى فأكل منها لكن حين ذكر المعصية قال وعصى آدم ربه فغواه هذا من ستر الله لحواء ولطف الله تبارك وتعالى بها لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال أي لأنها أيضا تتبع آدم وتشاركه في سائر أحواله فستر الله عليها ولطف الله بها وهذا من لطف الله بالمرأة وتكريم الله للمرأة حتى لا يقول قائل بأن المرأة مهانة في دين الله تبارك وتعالى أو في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال بل لقد جعل الإسلام بر الأم مقدما على بر الأب ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي وفي لظ صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فجعل بر الأم مقدما على بر الأب وجعله مضاعفا مرة ومرة ومرة على بر الأب وهذه مكانة المرأة بل لقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة الوداع وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة وبيّن مكانتها وهو يتكلم عن أصول الدين العظيمة وأمور الدين الجليلة الكبيرة فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولذا لما دخلت امرأة مع ابنتين لها على أم المؤمنين عائشة تسأله الصدقة تقول عائشة فلم تجد عندي غير تمرتين إلا تمرتا واحدة فلم تجد عندي إلا تمرتا واحدة فأعطيتها إياها فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها ثم خرجت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرته بصنيع الأم مع ابنتيها فقال بأبي وأمي وروحي من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سطر من النار من ابتلي وخرجت لفظة ابتلي مخرج الغالب كما قول علماء الأصول إذ أن غالب القوم في هذا الوقت كانوا يعتبرون البنت ابتلاء فقال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سطرا من النار فالله جل وعلا يا أماه ويا أختاه ويا ابنتاه ما أمرك بأمر وما نهاكي عن نهي وما حد لك حدا إلا وهو يريد لك السطر والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فلا تعترضي ولا تتشككي ولا تشككي في أحكامه سبحانه ولا في دينه يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها لللهو واللعب يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهبي وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجب سليه من أنا من أهلي لمن نسبي للغرب أم أنا للإسلام والعربي لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لله أم لدعاة الإثم والكذب هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث فاكسب خيرا أو اكتسب سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغبي أسأل الله أن يستر نساءنا وأخواتنا وبناتنا في الدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدا لطائف الجمال وكل آيات الهدى وطائف القرآن لطائف القرآن من سحر البيان لاحت على الأباق في درب المسير تدعوك للتفكير يا هذا الأسير فحت بشائرها بأنسام العبير فاسمع جميل القول من بوح اللسان هذا كتاب الله نبراس الوجود للخير تجمعنا اللطائف بالوعود نحو العباد بشائر الخير تعود أقبل إلى الرحمن يا راجي الأمان القلب يستجدي من المولى الجنان وإليه تغفر روح شوقا